اشتركوا في القناة ومن يضلل فلا هادي له واشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه وفور شكور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهادي حتى أتاه اليقين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمانة 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 سعيدة خلال بطولة قرآن نعلم When you respect these three people and you honor them, you are glorifying Allah One of these three that he mentioned was one who memorized Quran and acted upon it We have gathered here today to celebrate out of joy and love for our three sisters Three very young girls who memorized the book of Allah We ask Allah to reward Hajira Muhammad and Nafisa Iqbal Ali and Maryam Haytham Ibrahim generously for their striving For their striving with the Quran for he is the most generous of those who give And we ask Allah to safeguard them from every evil May Allah make them an example for the rest of the youth And everyone, even the elders And more importantly, may Allah reward the parents immensely And make them an example for other parents to follow Without further ado, I would like to call to the stage One of the students of Dara Al-Quran Mas'ud Abdul Razak Hassan I would like to call him to recite And start the program with a few verses from the Quran In sha Allah BarakAllah Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullah As'udhu wa rahmatullahi 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 wa rah ومن شاء فذيكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيسوا يغاسوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نطيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون سيابا سيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم السواب وحسونة متفقا جزاك الله خيرا يا مسعود جعلك الله من عبادي سعداء Next I would like to call one of the other students to the stage مؤيد أحمد ناصر I'd like to call him to recite some Quran إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ما شاء الله وجزاك الله خيرا يا مؤيد أيدك الله بنصره وتوفيقه أبداً أبداً هو الشيخ شيخ عبد الغني مرسل فارح فارح مرسل ويسأل سأعطي بعض الأشياء عن تار القرآن في دكسي في المسجد إن شاء الله تأعلا وليتفضى المشكور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً أما بعد إخوة الإيمان والإسلام أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجتمع اليوم في هذا الحفل الكريم المبارك لتكريم حملة القرآن وقد اجتمع في هذا المكان كوكبة طيبة من المشتغلين بكتاب الله سبحانه وتعالى وإن كنت أحمد أحداً إنما أحمد الله سبحانه وتعالى بما من ووفق فله الحمد والمنة فما كان من توفيق فكان بإحسانه وكرمه وفضله ثم إني أشكر وأحيي وأسلم على مشايخي وأساتدتي الكرام جزاهم الله خير والذين أشرفوا هذا المكان وازدانت بهم هذه القاعة وأبدأهم بالذكر شيخنا الذي نحن في مسجده وفي بيته شيخنا الوالد عبدالله سراج جزاه الله خير فهو شيخنا وإمامنا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وعمله وأن يجعله من خلاص عبادي جزاه الله خير شعر عبدالله ثم أحيي فضيلة الشيخ المقري المسند صاحب الأسانيد والمؤلفات والجهود المباركة في شمال أمريكا وهو شيخ وأستاذي فضيلة الشيخ أبو خالد وليد إدريس المنيسي أرحب بفضيلة الشيخ وكذلك أرحب بالشيخ الداعية الذي ازدانت به هذه القاعة ويعلم الله أننا سررنا بمقدمه فضيلة الشيخ عبدالله إدريس فليتفضل مشكورا وكذلك أحيي الدكتور أبو أحمد رضا صاحب الجهود الطيبة في الدعوة في هذه البلدة والمعروف بمواقفه الطيبة مع الجمعيات الخيرية والمساجد والمؤسسات الدعوية الدكتور أبو أحمد جزاه الله خير أحيي به وأرحب به وكذلك أحيي فضيلة الشيخ أستاذنا الفاضل مدير مسجد خالد وليد الشيخ وبكر محمد أرحب به فجزاك الله خير وأتشرفنا بمجيئك وكذلك أرحب بالإخوة الحاضرين أباء وأمهات وطلابا وصغارا وكبارا فأقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ففرحتنا بهذا اللقاء لا يحد حقيقة فكثير من الناس يجتمعون بأشياء متنوعة قد يكون فيها الخير وقد يكون فيها الشر وقد يكون فيه تضيع الوقت ولكن أن تجتمع الأمة علماء ودعاة وطلاب علم وأساتذة ومدرسين آباء وأمهات لتكريم فتية حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومني وكرمي فأرحب بالحافظات أصحاب هذا الحفل الكريم أرحب بهاجرة التي حفظت القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى ولما أنهت الحادية عشر من عمرها فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يجعل هذه بداية خير في بقية واختها وعمرها وأن يبارك في أبائها وأمهاتها ووالديها أصدر الله أن يجعل جهودهم في ميزان حسناتهم وأن يحفظها الله سبحانه وتعالى قولوا ما شاء الله إخواني وكذلك طفلتنا النفيسة إقبال الحافظة وهي في السن العاشرة من عمرها وكذلك مريم وكذلك مريم هيثم إبراهيم فالبنتاني حفظ القرآن في ظرف أقل من سنتين السنتين إلا ثلاثة أشهر أتي إلى دار القرآن في مسجد الحكمة وبدأ حفظ القرآن الكريم فمضت الأيام والأسابيع والشهور حتى أتم الله سبحانه وتعالى هذه النعمة وأتم حفظ القرآن الكريم في ظرف سنتين إلا ثلاثة أشهر وهذا يعني وقت وزمن قياسي في حفظ القرآن الكريم فجزاهم الله خيرا وأشكر الوالد والوالدة الذين بدل الجهد والوقت لتحقيق هذه النعمة وتحقيق هذه الفرصة وتمكين أبنائهم لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى إخوة الإيمان والإسلام وقفت هنا لنعبر عن فرحتنا بما من الله سبحانه وتعالى من حفظ القرآن الكريم والرسالة التي تؤديها دار القرآن ومسجد الحكمة في نشر القرآن الكريم فقد حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا المركز قرابة ثلاثين طالب وطالبة لكتاب الله سبحانه وتعالى ومجيزوا في مدة لا تتجاوز خمس سنوات وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وصلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يضاعف من عطاء هذا المسجد وهذه الدار وأن يتم لها بالخير مسجد الحكمة ودار القرآن والطلاب والآباء والأمهات نحن نعتبر أنفسنا إخواننا أسرة واحدة نبدأ مسيرة لحفظ القرآن وطلب العلم ونستمر فيها حتى يحفظ واحد من القرآن أو اثنان أو ثلاثة فنحتفل ونجتمع ونتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى متبعين بذلك القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد جاءتكم وعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقد لا يتسع الوقت لمزيد من الإطالة لتكاثف البرامج وأفصح المجال لمشايخي وأساتذتي في هذا المجلس وكذلك طلابنا فرسان دار القرآن فأكتفي بهذا الترحيب والتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وبرك الله فيك يا شيخ الشيخ may Allah reward him for his effort and his da'wah the da'wah that he does in Toronto next I would like to call some students to do a poem insha'Allah وحديث الهدود أحبابي تذكرة لأولي الألبابي قد وحد رب الأربابي ودعا للحق الإنسان وحديث الهدود أحبابي تذكرة لأولي الألبابي قد وحد رب الأربابي ودعا للحق الإنسان ودعا للحق الإنسان ماذا ويبه إذ غابا الهدهد سيذوق عذابا ويذبحه الملك عقابا من ينجيه سوى مولانا وحديث الهدود أحبابي تذكرة لأولي الألبابي قد وحد رب الأربابي ودعا للحق الإنسان ماذا غيبه إذ غابا الهدود سيذوق عذابا ويذبحه الملك عقابا من ينجيه سوى مولانا قال أحط بما لم تعلم جتك من سبأ أتألم يعبد غير الله الأعظم وامرأة تحكم ذكرانا ويقول الداعية الهدهد ألشمس أو قمر نسجد والكون يوحد لا يعبد إلا من خرق الأكوانا وحديث الهدود أحبابي تذكرة لأولي الألبابي قد وحد رب الأربابي ودعا للحق الإنسان وحديث الهدود أحبابي تذكرة لأولي الألبابي قد وحد رب الأربابي ودعا للحق الإنسان وحديث الهدود أحبابي تذكرة لأولي الألبابي قد وحد رب الأربابي ودعا للحق الإنسان أسمعتم يا لحن وجودي قسة داعية التوحيد أبتمتعنا بمزيد أفعل لكن لكن أفعل لكن ليس الآن سلمى 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 ستنام على الذكر فاطم توقذنا للفجر خذ يا سلمان بيد عمر معذ نومكما قد حانا وحديث الهدود أحبابي تذكرة لأولي الألبابي قد وحد رب الأربابي ودعا للحق الإنسان ماذا غيبه إذ غابا الهدود سيذوق عذابا ويدبحه الملك عقابا من ينجيه سوى مولانا قال أحط بما لم تعلم جيتك من سبع أتألم يعبد غير الله الأعظم وامرأة تحكم ذكرانا ويقول الداعية الهدهد ألشمس أو خمر نسجد والكون يوحد لا يعبد إلا من غرق الأكوانا أسمعتم يا لحن وجودي قسة داعية التوحيد أبت متعنا بمزيد أفعل لكن لكن أفعل لكن ليس الآن سلمة 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 ستنام على الذكر فاطم توقذنا للفجر خذ يا سلمة بيد عمر معد نومكما قد حانا السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم دين أما بعد إخواني وحان ويا رهيان إن شاء الله قبر أرديد قرآن كحفظ السيء كمدة وإنه أخرين دونت آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى وحاويان ابنتنا هاجر إن شاء الله تقرأ آيات من القرآن الكريم هاجر وحي كميتهاي أرديد وقت حرق قرآن كماركتي كددالي أرديد قديم كأي كميتهاي إلى يفضل قيسا دار القرآن بالله وبلله ماركتي ألفك ألف با تا القراءة والكتابة بدأت عندنا في دار القرآن يعني فضل الله سبحانه وتعالى مصير دار أي سومرت وددال اجتهاد كبدها يعني ماركتي متقناتك قرآن تجويدك أي كجرت هاجر خير الله سي ماركة وحي إنه آخرين دونتا آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى من سورة المائدة من قوله تعالى وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنَي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخْرَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم لإن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخي فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون هاجراء جزاء الله خير إلهي خير هكو سيو قرآنك آياتك الله كوانفع هاجراء وحاويان ما أركتي قبر متقنات أهوية ما أنتنا ما أركتي قادة نيسي جزادي قرآنك كريمك والله سيندونه بإذن الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى ما أركتي هبرك أيو أمين لهي إخوان إلهي قرآنك أو السقو إلهي سبحانه وتعالى أكدقى قبر بركيسا يذي والد كذلك أصلا الله سبحانه وتعالى لها البركة إلهي أكو أنفع أصلا الله ينفع بك القرآن ويجعلك من خلص عبادي ويكتب لك الحسنة وزيادة الله أكو بركي ما شاء الله والآن أدعو مريم تقرأ لنا آيات من كتاب الله مريم إبراهيم هيثم هيم هيثم إبراهيم من كتاب الله من سورة آل عمران من قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأت عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها لزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء جزاك الله خير ما شاء الله تبارك الله مريم مريم هيثم إبراهيم جزاك الله خير على هذه القراءة الطيبة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتك وأن يثبت لك القرآن الكريم يبقى معك ما عشت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حجة لك وأن يكون نفعا وبركة لوالديك وأن يرفع بكما جميعا الأسرة بالقرآن العظيم مريم بدأت المسجد وارتباط بدار القرآن حوالي قبل سنتين تقريبا إلا أشهر ثلاث بدأت من سورة الناس واستمرت على حفظ القرآن الكريم فكانت مثالا في الصبر والثبات والمتابعة وقد أعطت الطلاب درسا في معنى الاجتهاد بحفظ القرآن الكريم والمواصلة ربا مع بعد المكان بين البيت ودار القرآن إلا أن لهذا كان له أسبابا لعلنا نتناوله بعد قليل إن شاء الله بإذن الله تعالى أسباب طيبة يعني فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيها خيرا وأن يكتب لها الحسنى وأن يجزي والديها خيرا في هذا الجهد العظيم الذي بدلوه في حفظ ابنتنا لكتاب الله سبحانه وتعالى فبارك الله فيك مريم وجزاك الله خير ونفع الله بك ولعل أتبع مريم نفيسة إقبال تقرأ لنا أيضا آيات من القرآن الكريم وهي من الطالبات الحافظات اللواتي ختمنا فكانوا توأمين مريم ونفيسة بدأ يوما واحدا وختم يوما واحدا ما شاء الله تبارك الله فكان ختامهم للقرآن الكريم وبداية واحدة وختام واحد الحمد لله فنفيسة إقبال تقرأ لنا آيات من كتاب الله من سورة اللقمان من قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظنم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي والوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشرك واغضد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ما شاء الله تبارك الله نفيسة أجزاء الله خير في هذه القراءة الطيبة المباركة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتها نفيسة الآن هي في سن العاشرة من عمرها وقد حفظت القرآن الكريم وكانت عنوانا للاجتهاد والمصابر على القرآن الكريم فما شاء الله تبارك الله أسأل الله أن يتم عليه هذه النعمة وعلى أبنائنا جميعا فحقيقة كان هناك جهد مبذول من قبل الأسرتين الكريمتين أسرة الدكتور هايثم وأسرة مهندس إقبال فجزاهم الله خير إخواني برنامجك معهد الحكمة لصوت شرحي وبرنامج كسو زيادة تورنطو وانا برنامج ماركتي يارونتي برنامج قوي أه وآد لغفا إديستان دونه داتك برنامج كاللغو تلق لي يعني كفا إديستان وانا برنامج كاللغو تلقى واختبير من قبل أجرته وتجربة القرآن إلهي سبحانه وتعالى ونحن نحن نجحي ومعهد كانت إن شاء الله وانا رجاننا سيكون النجح دونه إلهي سبحانه وتعالى إن نوبركين دونه إن شاء الله بإذن الله تعلنا ونزيله هناك معهد ونحن نحن نحن رجاني إن شاء الله وحيب الكثار و دونس فريتان كسب الله وإلا الله معهد وحبو بيه ومعلكه يشعر في مستمتدن المسموح بشكل من الوقت الذي يشعر فيها وشتراك في مشكلة لنسبة لي وعندما يشعر تهديد لذلك يشعر عندما يشعر في بحث جميع الأشياء وعندما يشعر في طول الخاص بك وكيف عملاق حيث أن يشعر في مستمتدار فهذا يشعر في سرح الوقت وقد أرادنا المعهد في المجال للطرف والمعهد 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 والحكمة يصبح أصلاح السعودين عندما أتزالهم ونحن ربما يكون السيگارات أو تغير إلى الصمالي وقاموا بمعرفة تربية أن تبعي الإمارة وقاموا بمعرفة السعودين من الوصول ولكنه في المتحدثات تتجاهدين وقتها في القرآن ودينها المعرفة على القرآن وأن اشعارنا يا قائد legislativa على المشاكل نهديه يجب أن يكون بهذا المشاكل ويعيش على المشاكل يجب أن تكون القرم الأقل أو العلمية لأنه دنسان تحضرهم يجب أن تكون ق فيبس في عام الدولة ويتمید طورا على حالت 100 أشخاص لأنه يجب أن يكون لدينا وبعد ذلك وفيد لعظة الله Sukhmani ومجتمع المصلكون يقولونه ويصلون على ذلك وإخلاقهم.. في هذه الموشفوة والائت الموحن رسى ونحن مجددا لأن يكون قد يكون صحيحاً وأن يكون هذا الشيء يبدأ في نهاية المعركة لأن النهاية يمكن أن نهتمه وأن يكون هذا الشيء يكون مجدداً يمكن أن نعرف وأن نعرف وأن نعرف ونعرف فإن الاجتماعي يتحدث لحد مهم فإنهم يتحدث لكي يتحدث لهم يتحدث لهم يتحدث لهم في المنطقة أيضًا السلام وإنهم يتحدث لهم يتحدث لهم في حل المنطقة وفرنامج نفسي من التطبيق في هذا القرآن يتبعين على وعيده ويحصل على الحقير من هذا الوصول الفترة الأقلية تتصرف بها قريبا الحركة تتصرف على الحكومة حيثما ماذا يتصرف بالنسبة لي؟ لا يتصرف بأنه يدل له أين يتصرف إنه يتصرف بأنه تصرف على حكومة محطين وماذا لو عيلي قرآنكي وماذا لو عيلي الصنة النبي صلى الله عليه وسلم وماذا لو عيلي ماركتي يعني حب القرآن يحب الإسلام يحب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إنو ماذا لو عيلي أو لغتر بيهيه من قاسده كمي طايل إنو كلنا يعني وحي آوها عجيب كأ يعني حكمة وحينو كو حساب تمي جرني معهد الحكمة يدار القرآن وحينو كو حساب تمي جرني يعني سندك هل المحافظة نصصارنا أخير القرآن وحينو زياري انسك على المحافظة بنا زيانية الحكمة تنفي رواية مسعولات ما هذا هو المرش ويوجد من المرض ويوجد قبل أن يضرب القرآن أحيث مرش ينسبح وكيف يدين هنالك كيف يدين طويلة ؟ كل شهر يوجد يعني حلقة اينو قبصانين حفلت هادا اينو فردنو ارداد حكم هادا قرآن كردامين هيا اسبوع عملوه اسبوعوهارتاي تضوى سيدات بكلوهين حلقة هادا لجوه قرآن كردامين هيا وهذا مفضل الله يعني الاه فضلك يسوي وحاوة ان لغشاكيو نعمة الله سبحانه وتعالى ونسييي ايه نغماني آدبان اغفر حسنها وانو عيدين وانغفر حسنها الحمد لله وحان لانا هادا بفضل الله وهادا فضله يتيم يشاه يعني عمل خيروه ومارك وحان ربنا سيدا اينو ابداعين الاهي انو كالميه انو هرمارين دار القرآن با وحان ربنا اينو كصو بيرنو ساحاد ايا طرنتو معحد الحكمة ووليبا ان هادفك كله انها اويا الاهي اهير جامع ذات ارضيذ انو اينو كد ياريان ماجستير ايا دكتورا اينو كد ياريان معاد الحكمة هادفك هاسان تيكسان الاهي دكي بيدن الله تعالى مارك مشروع اننا وحان الاهي كوكر جانين وبركايو اننا اقبالو عمل صالحة او مبارغان الاهي وقديغو وحان اادي 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 او دردار ما هيا اسرادا يعني حكمة ايا ولالها مسلمين تردامان ترنتو جوغا انقف والبا او قيبك قاتو دعواذا الاهي دين تيس دادك اللوغييرهي دادك دعادة او حاويا الاهي بيكو توصهايا ودد اللالينة الله سبحانه وتعالى وحان الاهيين سيدا نكا قريها ايبي وكالا قري في عمب هالك نكا بيضاع او تيسوق جوه ورسوق الابات وحان الاهي بيكو كولا ايهي ما انتنا وحان كوقر حان الاهي قران كوافيعيهي خير بظنب اللهيهي حفلة بجرته كالا امو بريس بالغوصينهاي حريرتر انتوايسنا قارن بريسهيه مرسهيه مرقلسيان العقبالك قادة بلاش بالغوصين الحمدلله حتى العقبالك قادة يعني مرك وحاسوا الاهي ودعوا الى الله المهم المهم انا تكالتكتو اشخاص انا تجعلاتهم عبدالغاني انا تجعلاتهم انا تجعلاتهم لذلك تعلم أن你們 تفهم إحب القرآن مجموعة القرآن قرآن نحن تفهم المعمر ولهذا الدين نحن تفهم ، نحن هذا سعيد أنت إنه سعيد لأجلنا الحمد لله إن كان يتحدث الآن إذاً أنا أصدق إلى اللحم أعرفه ببعض القرآن من إضافة القرآن وكما أننا من أجل اشتركوا في القناة برواية حفص عن عاصر من طريق الشاطبية الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأورث كتابه من اصطفاه من عباده وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله خير النبي اصطفاه هدى ورحمة للعالمين أرسله الصادق المصدوق القائل وخيركم من تعلم القرآن وعلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام متابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من أفضل الطاعات وعظم القربات تعلم القرآن الكريم وتلاوته على أهل دراية والرواية بالإسناد المتصل ورحم الله بن المبارك حين قال الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء لذلك يقول أفقر الوراء لرحمة مولاه خادم القرآن وأهله عبدالغني ابن فارح ابن مرسل القاسم فقد وفق الله الكريم البنت البارة السعيدة بإذن الله نفيسة إقبال علي لترتيل كتابه فقرأت علي القرآن كامل من أوله إلى آخره مشافاة من حفظها برواية حفص بن سليمان عن عاصم بن جود الكوفي من طريق الشاطبية وأخبرتها بأني قرأت ختمة كاملة بالقراءات السبع على فضيلة الشيخ محمد يونس عبدالغان الغلبان وهو عن الشيخ الفاضل ابن علي أبو ليلى الدسوقي وهو عن الشيخ عبدالله ابن عبدالعظيم الدسوقي وهو عن الشيخ علي الحداد الأزهري المالكي وهو عن الشيخ إبراهيم بن بدو العبيدي وكذلك قرأته برواية حفص من طريق الشاطبية على الشيخ محمد مصطفى أحمد أبو محمود عن شيخ أحمد خالد شكري شابسو عن فضيلة الشيخ عبدالفتاح السيد عجمي المرصفي عن شيخ مقرئ زماني أحمد عبدالعزيز الزيات وهو عن الشيخ عبدالفتاح بن هنيدي أبو المجد وهو عن شيخ الإقراء بمصر محمد أحمد المتولي وهو عن الشيخ أحمد الدري التهامي المالكي وهو عن الشيخ أحمد بن محمد السلمونة وهو عن شيخ القراء بديار المصرية الشيخ إبراهيم بن بدوي العبيدي بن أحمد الحسني المقري المالكي الأزهري المذكور سابقا وهو عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسن بن عمر الأجهوري الفقيه المالكي المقري وهو عن الشيخ الشهابي أبي السماح أحمد بن رجب بن محمد البقري القاهري الشافعي وهو عن الشيخ قراء زماني محمد بن قاسم بن إسماعيل البقري وهو عن الشيخ قراء مصر عبد الرحمن بن الشحاذ اليمني وهو عن الشيخ علي بن غانم المقدسي عن الشيخين عبدالحق بن محمد بن عبدالحق السنباطي ومحمد بن ابراهيم السمديسي فقد قرأ السنباطي وسمديسي وكلهما على الشيخ الشهابي أحمد بن أسد الأميوطي الذي قرأ على الإمام الحافظ حجة القراء الشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن يوسف الجزري الشافعي مؤلف الدرة والطيبة وهو عن أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن بغدادي الواسطي ثم المصري وهو عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق المعروف بالصائغ وهو عن علي بن شجاع الكمال الضرير صهر الإمام الشاطبي وهو عن الإمام أبي القاسم القاسم بن وفي الرهب بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الضرير مؤلف منظومة الشاطبية في القراءات السبع وهو عن أبي الحسن علي بن محمد بن هذين البلنسي وهو عن أبي داود سليمان بن جاح الأموي وهو عن الإمام الحافظ أبي عمر أثمان بن سعيد الداني مؤلف كتاب التيسير في القراءات السبع وهو عن الشيخ أبي الحسن وقال لي قرأت بها على الهاشمي وقال لي قرأت على أبي العباس أحمد بن السهل الأشناني وقال لي قرأت على أبي محمد عبيد بن الصباح وقال لي قرأت على حفص بن سليمان وقال لي قرأت على عاصم الكوفي ابن أبن نجود الأسد ويكنى بأبي بكر الكوفي أخذ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي وأبي مريم الزير بن حبيش وأخذ أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبي بن كعب وزيد بن الثابت وعبد الله بن سعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ زر عن عثمان وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة جل شأنه وكان ختمها في مدينة تورونتو بدار القرآن في مسجد الحكمة يوم السبت بتاريخ ستة شوال عام خمس وثلاثين وأربعمائة وألف جرية هذا وأوصي ابنة المجازة بتقوى الله في السر والعلانية وألا تنساني من صالحي وألا تنساني من صالحي دعواتها في صلواتها وخلواتها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نفيسة إقبال علي الله يحفظه كريم بساعة الله تخضر الله تسليما 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 الله يحفظه كريم مريم هيتم إبراهيم الله يدارك فيك يا مريم الله يحفظه كريم الله يحفظه الله يحفظه السلام عليكم ورحمة الله وحان أيا رهياء أخي الشيخ هيتم صبر إبراهيم الوالد هيتم صبر إبراهيم وحوي شهادة الشكر وتقدير شكر الإله لكم جميلة صنيعكم وجزاكم الفردوسة أرفع منزلي الوالد الكريم هيتم صبر إبراهيم يطيب لدار القرآن في مسجد الحكمة أن تشكر جهودكم المباركة وصبركم وثباتكم الذي كان له أعظم الأثر في حفظ ابنتنا وابنتكم الغالية لكتاب الله الحكيم ونسأل الله أن يكتب لكم الحسنى وزيادة تفضل شاهد لك تسعلم شاهد دكتور هيتم جزاه الله خير معركتي حقيقة كان لم يكن فقط مريم طالبة في دار القرآن وإنما هيتم كان أخي وزميلي وكنا معا في مسجد الحكمة وقضينا وقتا طويلا ماتعا في طلب العلم واستفدنا من بعض نزار الله خير الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومركي أبوه الرئيسي إخواني دار القرآن يمزد الحكمة لك راميو يعني الرقل لك رامي جهود أي كجيستين أولادو ذا القرآن بران وحا عجيبة أبوه الرئيسي حوالي أكبر وأنه يخطينا من قرآن يمزشد الحكمة عليها النبوه الرئيسي وكما هي شكرية تقدير والالكي عبدالرزاق محمود وإعتكافك النواج جري ودروس بدن هنكفاء إذيه تيرون في التوانك دمع يعي اعتكافك لغجري شرعه وحاجة توانك دمع اعتكافك أن سواصارني أو آني ريم آركت الموتى الضوية تبان سنكير لما أقبالع هي اعتكافك عبدالرزاق وحولي لأبي ويلكي إقان الله سحانه إساقي أبي إساقي إيقوه أتكافك إسلقالين السلام عليكم. أشهر الله. جزاك الله خير. أبو أسامة. الله يزيك الخير. الله يزيك الخير. عبد الرزاق وحياه بضمان كفائزة بشربة. ربضان. الله يزيك الخير. ما شاء الله. كلمة سينا هي شاء بكر ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا. الحمد وعلى الله وسحب السلام. إخواني. لا أطيل الكلام. ما بقي لي أي شيء. المشايخ ما تركوا لي شيء. أنا أقوله. إلا أن أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. بدعاء لبناتنا. التي قتبنا القرآن اليوم. وحبالي مره من. علم ماذا عن ما يسي. وحيونا. لكن الحمد لله. قل بفضل الله وبرحمته. فبذلك فليفرحوا. هو خير مما يجمعون. فلسل ما يجب أن تكون قرآن. وحبالي. 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 يعني إلهي سبحانه وتعالى شيخ عبد الغني إلهي عمركي صادره يو إلهي سبحانه وتعالى علمكي صنعه وبركي يو سيدو أولاد دي أنا قد ذالي وقرانك وحفظ السييي إلهي وحان أقبر ينا إساقن أولاد دي سا إنو أولاد داد ساسوك وطربية وقرانك وحفظي يعني ما أننا وحان الكرباء الشيخ وحان الكرباء إن عاوينو مدرسة دي أن وحان كتا غيري كره قفلك ما ركتي لاعكو تاقيري كرة قفلك نغالكو تاقيري كرة إنان ما ركتي آذية آذو تاقيره مرك جزاكم الله وخيرا إلهي هايدم باركييو والدينتا صادره عرورتا نوسو صادرنا إيجهنا إلهي سبحانه وتعالى إيجهنا قروري قودي أولاد دي الله وبركييو سيدو أكلا ما مويينكا إذنكنا وحان لأنني أكرر با قرانكنا حفظ السييي عرورتا كلين ماها وحان سوك الدونة إن شاء الله إنه نوقبته يعني ختمة هو يوين قرآن حفدية إلهينا سبحانه وتعالى وما ذلك على الله يبعسيس إن شاء الله تعالى مستقبل هو يوين كي أو لوقبنا إيقونا حفد القرآن ما مهبل القرآن كي حفدية إلهي أولاده إلهي نكبره إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى مسجد الحكم إيدار القرآن إلهي سبحانه وتعالى أجيال أجيال بضن وحفاظنا الله كي سوصار جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخنا الإمام المقري إمام مزد آيامو إن شاء الله يدعو لنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب تفضل شاء عبد الله بارك الله فيك إن الله وملاكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيرنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أكرمنا بكرمة القرآن وزينا بزينة القرآن ونا وطهر قلوبنا بالقرآن وطهر بيوتنا بالقرآن واهد أولادنا وأرنا معجزة في هدايتهم يا الله يا رب العالمين وذكرنا دائما بالقرآن وبتلاوة القرآن يا رب العالمين يا الله أطلق ألسنتنا بالقرآن ويسر ألسنتنا لقراءته يا رب العالمين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اللهم إنا عبيدك بن عبيدك بن إمائك نواصينا بيرك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قنوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وأمومنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا حسن تلاوته يا الله اللهم وفقنا لتصحيح مخارج حروف القرآن يا الله اللهم اجعلنا من الذين يحافظون على حروفه وعلى حدوده يا الله ولا تجعلنا من الذين يضيعون حروفه وحدوده يا الله ونور وجوهنا بالقرآن وأغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا فإنك أنت خير الراحمين وبارك لنا جميعا وبارك للشيخ عبدالغني يا رب العالمين واختم له هذه الخدمة الطيبة بالجنة يا رب العالمين ويسر أموره واجعله زخرا لحفظة القرآن يا رب العالمين وبارك لنا في الدكتور وليل المنيسي يا الله ووفقه لما تحب وترضى يا الله ووفق الشيخ أبو بكر ووفق إخوانا الموجودين والشباب وجميع الجارية الصموالية وغير الصموالية بارك فيهم يا الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وغير الصموالية وغير الصموالية